مرحبا اليوم سنتعلم كلمة واقع وخيال بالانجليزي وسنستخدمهما في جمل الواقع هو حرف A ننطقه هنا هنا لا نقول ل بل ل حرف T جاء هنا بين two vowel sounds أي بين صوت حرفين متحركين فيسمى flap T وننطقه كحرف D سريع reality إن أردتم يمكنكم نطق هذه الكلمة بحرف T reality ولكن في النطق الأمريكي تنطق reality رددوا معي reality ممتاز لنستخدمها في جملة don't escape from reality from نصغر نطقها إلى from هذا ما يسمى weak form don't escape from reality أي لا تهرب من الواقع رددوا معي don't escape from reality ممتاز الخيال هو imagination حرف A ننطقه هنا A هذا الجزء ننطقه ج image هنا ننطق A nay imagine ثم شن حرف T ننطقه هنا ش شن imagination رددوا معي imagination ممتاز لنستخدمها في جملة use your imagination use S ننطقه هنا use use your نصغر نطقها إلى your use your use your imagination أي استخدم خيالك رددوا معي use your imagination ممتاز والآن لنمر إلى اختبار سريع ما هي كلمة واقع reality ما هي كلمة خيال imagination ما هي جملة لا تهرب من الواقع don't escape from reality ما هي جملة استخدم خيالك use your imagination ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكراً ولا لقاء